الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري وصلنا إلى الباب الثاني والخمسون بعد الربعمئة باب الميت يسمع خفق النعال في هذا الباب حديث واحد والسابع والعشرون بعد الخمسمائة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى أي الناس وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرعن عالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراه ما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنين فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلى الثقلين يحدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه أي إذا دفن وبدأ أصحابه في الانصرف عنه بيسمع قرع نعالهم في ذلك الوقت بيسمع في صوت نعال صوت الأحذية أجلكم الله أحذية المشيعين هم مشيين وهي تضرب الأرض أثناء مشيهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له وهما منكر ونكير فيجلسانه ويقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقول ما تقول في هذا النبي أو غيره من ألفاظ التعظيم لماذا؟ لقصد الامتحان الامتحان يمتحنون ذلك المسؤول ولكن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله اللهم اجعلنا منهم يا رب يقول المؤمن الصادق الإيمان أشهد أن هذا الرجل الذي تشيرون إليه هو عبد الله ورسوله فيشهد لمحمد بالرسالة بتوفيق وتثبيت من الله تعالى وذلك لأنه كان في دنياه مؤمنا موقنا برسالته صلى الله عليه وسلم فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله مقعدا من الجنة أي فيكشف يكشف الله له عن منزله منزله في النار الذي أبدله الله به منزلة في الجنة وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري ما كنت في الدنيا أجزم بشيء والعياذ بالله فيما يتعلق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الكافر بينكرها والمنافق بيشك فيها ولم يعرف اليقين سبيلا إلى قلبه فيقال له لا دريت ولا تليت أي لا عرفت الحق بنفسك ولا اتبعت أهل الحق في إيمانهم به ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه لو ضرب بها جبل لصارت ترابا كما في الحديث الأخرى فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين يعني كل الخلائق تسمعها إلى الإنس والجن وذلك رحمة بهم وإبقاء على حياتهم لأنهم لو سمعوها لماتوا وصعقوا هذا الحديث يذل على أن الميت يسمع هفقان عالي المشيعين وهذا ترجم له البخاري العنوان وعقد الصيوط في كتاب اسم شرح الصدور باب مستقل فيه قال فيه باب معرفة الميت من يغسل ويجهز وسماعه ما يقال فيه وما يقال له وأورد فيه الأحاديث المتعلقة بذلك ثانيا إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة